اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ادارته كورة التعاقدات ما تقدرش ان هي جيب مهاجم فز للنادي الاهلي مهاجم محترم في النادي الاهلي الراجل كولر كمان اعرب عن غضبه الشديد جدا لتعفر المفاوضات مع المهاجم لغاية ايه؟ لغاية دلوقتي الاهلي ممكن يكون مستني ناد الزمالك يجيب المهاجم اللي على مستوى العالي علشان يتعامل الكبرية ويروحي الاهلي ادي الطريقة الوحيدة مين اللي الزمالك ممكن يجيبه الاهلي يعمل الكبرية؟ لا الزمالك هو استاذ في المجايد فانت بالك ثلاث سنين كقدر تعاقدات وخبراء فنيين مش عارف تجيب مهاجم فز يبقى مين اللي هيجيبه لك؟ الزمالك بس ويبقى أبوها عامل الكبرية يعني ليه الزمالك السنة اللي فاتت كان حاجة ونهاء سناتي حاجة تمي خالص؟ لان الزمالك زي ما لقلت الحاجة هي معادلة هي معادلة الدين استقرار إداري والدين إمكانية مادية معتبرة هنقصر الدنيا بصي على المنافس على النادي الأهلي طول عمر النادي الأهلي مستقر إداريا طول عمر النادي الأهلي عنده مقومات مادية كبيرة جدا تمام فلذلك الاثنين دول بيساعدوه أنه هو ياخد معظم البطولات الزمالك على النقيد أكتر من حاجة طب استأذنك نقول عناوين الحلقة طب أنا أقولك حاجة خليه في اسم أقالي مخالق طيب نشوف أبرز عناوين هذه الحلقة اللي بادية سخنة